السلام عليكم كنت منا تكونوا كاملين بزيانين والصحة دي لكم زيانة اليوم ما جيبتكم واحد فطائر اقتصاديين بزاف ما تحتاجوا فيهم لا بيت ولا زبدة ولا خلاط كهربائي غير بالخلاط اليدوي غادي تخلطوا هاد الفطائر هادو الاقتصاديين وفما داق ديالهم لدادين بزاف بزاف فما عليكم تتبعوا معي الفيديو من الول حتى الاخر واذا عجبكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى وصلكم جديد يالقنات وما تنسوني شيء التعليق ديالكم اللي كتفرحني وما تنسوني شيء يحتم ديك اللايكات ديالكم ولا هلا يخطيكم عليا وما بقى عليا غير نعطيكم طريقة ومقادر في نفس الوقت فبسم الله غادي نحتاج ثلاثة ديال زلايف اللي هما متوسطين ديال فنو او لدقيق القمح الصلب وهي هاد فنو عامل افحل سميدة وبرقيق بزاف 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 مهم تقدرون سما اضعفوا مقادر انا كنحاول نوريكم كيفاش عامل هاد فنو هادا كنا بزاف بالناس وما كيعارفوشي وانهنا هنه غا نعبار معاكم مغيب مغروفة صغيرة غادي نحتاج مغرفة صغيرين ديال الخميرة ديال الخبز ملاح على حسب الضوغ ديالكم وثلاثة دمو غير فتصغيرين ديال السكر سنيدة او للسكر الخاشن وهاد كمية كاملة غادي نحتاجو فيها تمانية جرام ديال الخميرة ديال الحلويات اما اذا ضعفتو مقادر فانتو ما كتضعفو كل شي كنخلطو هاد النواشف هو مال اللي كنحتاجوه صفي ما كتحتاجوه تحاج اخرى من نواشف غير هادو صفي مهم دبا غادي نخلطوهم كاملين مع بعضهم باش نضيف الزيت وغادي نضيف اربع مغرف كبارين ديال زيت المائضة وتقدرون سم تخلطو ما بين زيت الزيتون وزيت المائضة وهنايا كنضيف المسخون بحل المال اللي كنعجنو به الخبز دائما سافي وكمقى كنضيف الماء شوية وكنخلط شوية حتى كنحصل على واحد العجينة اللي ماشي خفيفة بزاف وماشي قصحة بزاف دارو ووري اضيفوا الماء كيف ما كنعمل انا معاكم دابا كنضيف عيه شوية بشوية وكنخلط غير شوية بشوية وكنخلط فاضل حدا دي ما غا نحتاجو لخلط كهربائي لحتى حاجة وحاولو ما تخلطوش بزاف يعني يتحصلوا على ديك النتيجة اللي كاخصنا انا غادي نوريكم نتيجة اللي بغيت نوصل لها وصافي كتوقفوا يدكم متخلط وهادي هي العجينة اللي بغينا نوصلو لعجينة مشي قاصحة بزاف وماشي خفيفة بزاف اه كتوفا رايا مشي معجونة عجيكم غريبة ولكن غير غادي نغطيوها بسلوفا وغادي نخليوها تخمر حتى تضاعف شويش الحجم ديالا باش نبدو انطيبو فيها انا هنا غادي نغطيها بسلوفا ونزيد عليها واحد فوطة وتقدروا تحدلوا هاد ليبول في واحد المسخونين باش بالزربة اه تخمر معاكم هاد ليبول هادا كتعدلو في شيطة سيكون فيها المسخونين صافي انا ما كنتشين بزروبة صافي خليزة حتى خمرت على خطرة واحد عشر دقايق على حسب سخنة اللي عنكم في كوزينا يوصفين بعد ما كتخمر معانا كنخلطوها غير بشوية ما تخلطوها شي بالزربة كيف ما كتشوفوا معاي انا في هاد لقطة هادي مبغيتين تزربة غير باش تشوفوا كيفش كاخصكم تخلطوا العجينة ديالكم وكلو متأكدين هاد لعجينة صالحة كتجيناج حبززاف وفي نفس الوقت فطائر ديالهم كتجي واحد فطائر اللي هي غزالة كتحمق ممانا طيبتو نحصة طيبة عاد غادي نكمل معاكم تصوير هنا كيف ما كتشوفوا معاي كنش بروح مغروفة كبيرة وكان عدلة في كل دائرة في هاد مقلة هادي ما كانتش عندكم هاد مقلة متوفرة في الدار كتعدلوا مقلة اللي كتعدلوا فيها كخيب او اللي بغرير غي كتدهنوها بزيت قبل ما تنزلوا فيها هاد فطائر هادو اللي كيجيوا الصراحة قزالين اقتصادين بزاف بزاف انا كنحمق عليهم وكان وجدوا من وليدتي بزاف حيش هما كيحمقوا عليهم وفي نفس الوقت هاد كمية هادي غادي تعطني واحد كمية اللي هي كبيرة فانا دابا كان طيب اولا دي كياكلو وغادي نوريكم في الاخر ديال فيديو اشحال اعطتني من كمية مهم دابا را هي بزربة كطيب العافية عندي متوسطة وغادي نبقى كنقلف الفطائر ديالي انا كنوجدهم بزاف فحتى العافية كتكون عندي متوسطة عارفة العافية كيفاش كخصت تكون باش كيطيبوا على المهل وكيطيبوا حتى من داخل كنت منا اللي عجبوها تفا طائره هادا مايبخلش عليها بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى وصلكم الجديد ديال القناة وماس نسوني شي بالاعجاب بالفيديو تقبص مليك هنا تحت فيديو وشي تعليق مزيون ولو غير نقطة واحدة باش تشجعوني نزيد نعدلكم بزاف ديال شهيوات وبزاف ديال وصافات اللي يكونوا اقتصاديين وهدو ما في الطائر ديالنا انا غدا بها غدا نحاول نقطع معاكم وحدا تشوفوها كيفاش كتكون من داخل رات بارك الله كانت اكترم هدو كمية هدو غير وانا كان صور والذي كان فيهم الجوع فكنت كل مرة كان اعطيلو كم مرة كان اعطيلو وهدو كمية اللي بقاتم وهن شكرا بزاف على المتابعة للكم وبصحتكم وبسلام عليكم